وبذكر الترتيب وبذكر أنه الفوضى دي بتعمل كآبة إحنا كمان على الصعيد السياسي والاجتماعي عشنا كتير من اللخبطة وعشان كده كل ما تترتب أمور تخص الشأن الداخلي المصري أو الشأن الخارجي المصري إحنا قادرين بسرعا نحس الفرق ودمن الحاجات اللي ترتبت بشكل مظل على مدار السنوات اللي فاتت نقدر نقول إنها السياسة الخارجية لمصر تم التعامل مع هذا الملف بقدر كبير من الزكاء يمكن مش مكانه ومحله النهاردة لكن السياسة الخارجية لمصر في عهد رئيس عبدالفتاح السيسي مش بس نقدر نقول إنه سياسة جديدة لأنه بطبيعة الحال هي لازم تكون جديدة ومختلفة لكنها بتتحرك بطريقة مرتبة ونظمة وكل خطوة تؤدي إلى ما تليها من خطوات واحدة من الحاجات اللي ما كانش فينا متابع قوي العلاقات مصر مثلا مع النمور الأسيوية يعني يكتشف كده أو نكتشف إنه في زيارة رئيس كوريا الجنوبية الأخير إنه دي زيارة جات بعد انقطاع 16 سنة وإنه آخر زيارة الرئيس كوري جنوبي لمصر كانت من 16 سنة زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيان لمصر كانت ضمن زيارة لمنطقة الشرق الأوسط وهي زي ما بقول حضراتكم كده من فترات طويلة آه في علاقات بين مصر وكوريا الجنوبية لكن ما كانتش على هذا المستوى سيدة الأولى أو سيدة الأولى الرئيس والرئيس ودي لها دلالات كتير تخص التعاون ما بين مصر وكوريا ولما تكلم عن كوريا الجنوبية هلما تكلم عن واحدة من الاقتصادات العملاقة في العالم واقتصاد عملاق جي بعد فترة من التعثر كوريا الجنوبية دي واحدة من الدول اللي عاشت على معونات لفترات طويلة جدا لكنها كمان قدرت تنهد وتستفيق بقدرات مش قادرة أقول خارقة لكنها برضو بقدرات مدروسة ومحسوبة خطوة خطوة كوريا الجنوبية واحدة من أهم البلاد مثلاً اللي بتشتغل في صناعات احنا في مصر عارفين أنها بنسبة لنا من الأحلام صناعات مثلاً سيارات الكهربائية وصناعات كل الأجهزة وصناعات سيارات بشكل عام دي حاجة من أجندة مصر في الصناعة وبالتالي التعاون ده جوه الأهداف المصرية تحديداً وإحنا نتكلم على تحديث شبكة النقل توسيع أدوات النقل الصديقة للبيئة كوريا الجنوبية دولة قطعت في المجال ده يعني أفق كبيرة جداً ولما مصر تتكلم عن التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية تعالوا نربط ده باللي تقال في مؤتمر الشباب مثلاً واللي تقال عن الاحتباس الحراري ومساهمة مصر في تقليل استخدامات كل ما هو منتج للعادم مصر كمان قريب جداً بتستضيف النسخة السابعة والعشرين من قمة المناخ في السنة السنة دي يعني مصر بتتكلم عن التفاصيل دي بقدر كبير من المشاركة مش إننا بس بننظر عن ده لكن إحنا بنشارك كل العناوين دي بقى حطها جوة برواس كده وقول تفاصيل هذه الزيارة وكمان تداعيات ونتائج هذه الزيارة علينا يبقى شكله إيه